الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الثامن والعشرين من سبتمبر لديناك تطورات كثيرة باتجاه كورسك في روسيا إضافة تطورات إضافية باتجاه بوكروفاسك وتوراسك وأوغلدار لذلك تابعوا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا الانضمام من القناة لو سمحتم سنبدأ شرطا بمنطقة كورسك كما تلاحظون بدأت القوات الروسية سلسلة هجمات بعد منتصف ليل أمس أدت هذه الهجمات إلى سيطرة القوات الروسية على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تلاحظون هذا التقدم الروسي في هذه المنطقة كان بعمق يصل إلى 900 متر وعلى امتداد 1.74 كم استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على هذه المنطقة الحدودية طبعا بهذه السيطرة القوات الروسية تكون قد خفضت عدد سيطرة القوات الأوكرانية على الكرة الروسية باتت القوات الأوكرانية تسيطر فقط على 55 قرية داخل مقاطعة كورسك طبعا انخفضت مساحة سيطرة القوات الأوكرانية في كورسك إلى 730 كم مربعا القوات الروسية استعادت 423 كم مربعا تبقى 18 كم مربعا و7 كرة رمادية لا تخضع لسيطرة أي من الطرفين إذن القوات الروسية بهذه العملية تحاول تأمين الحدود ونتذكر بالأمس ما حصل تقدمة الوحدات الروسية بهذا الاتجاه لذلك يبدو أنها عملية عسكرية عجمات مضادة لتأمين المنطقة المحيطة وقد تكون الخطوة التالية إما الضغط بالتجاهة وبخوفكة بهذه المنطقة أو محاولة تقدم على طول الحدود لقطع الإمداد على القوات الأوكرانية الموجودة هنا أو تركهم للدخول ومحاولة استنزافهم في هذه المنطقة طبعا على احتمالات كثيرة ليمكن توقع ما سيحصل لذلك نقول دوما تابعوا القناة ونرى ما الذي سيحصل أما فيما يتعلق بالتجاه الجبهة هنا في اتجاه سفيرلي كروفو فالقوات الروسية تواصل هجماتها بدأت تلسل من الهجمات أيضا باتجاه هذه القرية التي تسيطر على الشارع منها في هذه المنطقة الوحدات الروسية تحاول توسيع سيطرتها في هذا الاتجاه ولكن لا تقدم حتى اللحظة أما العملية العسكرية الروسية فمستمرة في اتجاه المنطقة هنا ضغط كبير من الوحدات الروسية لتوسيع المساحة هنا كي لا تقوم القوات الأوكرانية بعمليات الضغط طبعا مناطق مفتوحة العمالية العسكرية ليست بالسهلة إطلاقا فيما تستمر الاشتباكات أيضا على مشارف بليخوفو بين الوحدات الروسية والأوكرانية فيما يتعلق بمدينة فوفشانسك فبعد سيطرت القوات الأوكرانية على هذا المصنع هنا على غالبيته الوحدات الروسية تحاول قصف المنطقة هنا بقناة الفاب قدر الإمكان لذلك هناك قصف كبيرة تطال هذه المدينة أما فيما يتعلق بالتجاه بوكروفاسك فهو نصل إلى التقدمات الروسية بداية كما أشارنا في الأمس وهنا نشدد دوما عن ضرورة متابعة جميع الفيديوهات في الأمس تقدمت الوحدات الروسية وكانت هذه المنطقة رمادية تحول جزء كبير منها إلى سيطرة للوحدات الروسية تقدمت الوحدات الروسية على طول المنطقة هنا بعمق يصل إلى 1.28 كيلومات وبعرض يصل إلى 1.47 كيلومات طبعا الوحدات الروسية كما أشارنا في وقت سابق تحاول تطويق سيريدوفي قد تحاول التقدم على طول منطقة الغابات هنا للتطويق من جهة أوسع كما تعلمون هذه الأنهار تساعد في عملية تقسيم المدينة إلى قطاعات صغيرة والعمل على كل منها على حدة طبعا الوحدات الروسية في نفس الوقت تقوم بالتقدم بهذه المنطقة سيطرت على هذه المنطقة باللون الزهري كما تلاحظون هذا التقدم كان بعمق يصل إلى 2.12 كيلومات وبعرض 2.21 كيلومات الوحدات الروسية تحاول كما تلاحظون التقدم على طول المنطقة هنا وتطويق الوحدات الأوكرانية فهل ستنجح في ذلك لا أحد يعلم لذلك نقول دوما انتظروا طبعا العامية العسكرية الروسية هنا ليست هي الوحيدة أيضا في اتجاه المنطقة هنا تحاول الوحدات الروسية التقدم على طول الطريق إلى بوكروفاسك استطاعت توسيع سيدارتها في هذا الاتجاه بعمق يصل 720 متلا على انتداد 2 كيلومتر وربع سيطرت الوحدات الروسية على كامل هذه المنطقة باللون الزهري أيضا تشرف القوات الروسية بالنيران على هذا الطريق كما تلاحظون الذي يربط جروديفكا بميرنوغراد طبعا تحاول القوات الروسية قدر الإمكان قطع الامدادات عن الوحدات الأوكرانية بأي اتجاه ممكن طبعا من هنا لا يأتي انتداد إلى ميرنوغراد ولكن يأتي إلى القوات الأوكرانية المنتشرة في هذه المساحات وبالتالي الوحدات الروسية تحاول الضغط قدر الإمكان في كافة الاتجاهات في هذا القطاع إضافة إلى كل ذلك هناك عماية اقتحام مستمرة للسيطرة على تسكورني في هذا الاتجاه الوحدات الروسية تنطلق من الجهة الشرقية والجهة الشمالية أيضا من الجهة الجنوبية الشرقية تحاول الضغط على الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة القوات الأوكرانية في وقت سابق عززت مجموعاتها كي لا تفقد تسكورني السيطرة على تسكورني يعني مزيدا من الضغط باتجاه كوراخوفي فالوحدات الروسية كما تلاحظون تحاول التقدم في هذه المنطقة والسيطرة على هذه المنطقة والسيطرة على تسكورني والتقدم نحو كوراخوفي بهذا الشكل وبالتالي التوجه نحو أندرييف كلاحقا لذلك العمليات مستمرة وضغط كبير يعني القوات الروسية تشن هجوما شاملا على طول الجبهة فيما تحتفظ القوات الأوكرانية بعمليات الدفاع دون أن تشن هجمات مضادة أو أي هجمات أخرى طبعا إضافة لكل ذلك أحبائي المعركة في أغلدار ما زالت كما هي لا تغييرات الوحدات الأوكرانية استطاعت إخراج بعض المجموعات من أغلدار ولكن على طول الطريق المؤدي إلى المناطق المحيطة كانت القوات الروسية تستهدفها وكان هناك خسائر إضافة إلى ذلك هذا الجيب المفتوح المتروغ إن يشبه فخا للقوات الأوكرانية ولكن كما قلنا في وقت سابق لا يريد الأوكران خسارة أغلدار الآن ولكن الأمر ليس بيد الأوكران هذه حرب وأي حرب تشاهدونها في العالم هي هناك طرفين والأمر يعتمد على الطرفين وليس فقط طرف واحد تذكروا ذلك دوما إضافة إلى ذلك أحباهي فيما يتعلق باتجاه توراتسك حققت الوحدات الروسية أيضا تقدما بهذا الاتجاه تقدمت الوحدات الروسية هنا في هذا الجيب إن أمكننا القول بعمل قصة 310 أمتار وبعرض 130 مترا سيطرت القوات الروسية هنا طبعا العمية مستمرة في توراتسك ضغط روسي قدر الإمكان حيث يستطيعون للسيطرة على أجزاء من هذه المدينة طبعا إضافة إلى ذلك هناك أمر بارز وهو التحرك الروسي في اتجاه مارفوبيل كان هناك تقدم للوحدات الروسية طبعا هذا التقدم كان في هذه المنطقة التحديدة من تجاه اليابول ووصلت الوحدات الروسية لمشارف اليابول هذا التقدم الروسي لم ينتج عنه سيطرة ولكن نشأت منطقة رمادية على مشارف هذه المدينة الكبيرة في منطقة زابروجي وبالتالي تققوا جيدا الوحدات الروسية تضغط منذ فترة باتجاه المنطقة هنا وهنا وأيضا باتجاه أوريخيف كذلك هناك بعض الحركات التقدم للكوات الروسية بهذا الاتجاه هل سيكون هناك معركة باتجاه زابروجي لا أحد يعلم ولكن معركة زابروجي يعني فعلا تحتاج إلى عمليات إمداد وغيرها وبالتالي ينتظر الروس تأمين أوغلودار والمنطقة بعاد الأوكران قدر الإمكان لا يعني ذلك أنهم يمكنهم استهدافهم ولكن بعضهم قدر الإمكان والانتهاء من بعض الإجراءات تحاول قوات روسية أن يكونك خط إمداد قوي محمي جدا حتى تبدأ أي عمليات في هذه الجهة من أوكرانيا طبعا إضافة إلى ذلك ننتظر إلى أن ستأولى الأمور في كافة الجواهات لا تنسوا دوما متابعة القناة وشكرا لوقتكم الثمين ولمحبتكم وإلى اللقاء بفيديو آخر